أنت كان نفسك تكلمين أستاذ علي الزين معاكله أستاذ علي الزين أستاذ علي الزين النقد والمحلل اللبناني الشقيق وواحد من الأصوات الأهلوية الحقيقة اللي عبر تويتر والسوشيال ميديا كل جمهور الآله حريص على التواصل معاه بحب وتدير أستاذ علي مساء الخير مساء الخير أستاذ إبراهيم مساء الخير البشمعندس عدلي وأنا سعيد جدا أني موجود معكم اليوم بملك وكتابة ولنا الشرف أن نكون موجودين بهالمنبر الأهلاوي المتميز الحقيقة اللي سعداء بتواصل حضرتك جدا أستاذ عاد بالعكس أنا الفعيد جدا أني موجود بالبيت الأهلاوي الكبير وموجود معكم والحمد لله الأهلي بيسمعنا لو كانت المسافات بعيدة جدا إيه سر شغفك بالنادي الأهلي وكيف بدأ ما هي يعني محبة النادي الأهلي يعني أنا قلت أكثر من مرة بقناة الأهلي وبأكثر موصيلة أعلمية نحن أهلاوية أبقا عن جد بالعائلة من جهة الأب ومن جهة الأب ويعني أنا بتابع النادي الأهلي من خطرات طويلة وكانت مجلة النادي الأهلي دائما موجودة عندنا بالمنزل وبعند العائلة حتى بأحلك الظروف بلبنان يعني الإشتراف موجود بأننا نتابع أصبار النادي الأهلي وكان الأهلي دائما رافع رأسنا ودائما على منصات التسويج وقدم أفضل اللاعبين على مستوى وطن العالم العربي فزاد الشتاغ وفزاد الحظ وهلأ صار يعني السوشال ميديا قربت المسافات وطار توصلنا أكبر مع الجمهور ومع الإدارة ومع اللاعبين وها نحن في قناة الأهلي في البرنامج الأهلاوي الممين يا سيد علي هل حب الأهلي أو متابعة الأهلي أو التعلق بالنادي الأهلي حالة خاصة بيك وبالعائلة ولا الوضع بعمل إزاي بين المشاهدين والجمهور اللبناني بشكل عام لأننا نعرف أن كرة السلة هي بتحزب وأن كانت كرة القدم الآن متطورة جدا في اللبنان كيف يتابع كيف نقيس متابعة الجمهور اللبناني للنادي الأهلي بش مهندس بالنسبة لكرة القدم في اللبنان كانت ولا تزال هي اللعبة الشعبية الأولى في اللبنان وكل كلام على آخر هو كلام فيه مبالغة فيه يعني يمكن لعبة كرة السلة لأنه حققت الجزاء أخذوا الناس فكرة أنه هي الأكثر شعبية في اللبنان لكن هذا الكلام غير صحيح يعني عنا جمهور النجمة في اللبنان اللي أنا واحد منكم يعني النجمةوي يغطي كل ملاعب كرة السلة يعني بداخلها وخارجها جمهور النجمة هو قوة هو ولاعب يعني فيه مصريين كبار لعبوا مع نيد كحماد عبداللطيف وطارق يحيا ولكابتن عصام بهيش درر نيد النجمة ولمس كابتن زيزو كابتن عشر فاسم صحيح لعبوا وشافوا لمسوا مدى شغب لا لا الجماهير بلبنان بكرة السلة أما بالنسبة لأهلوية الشارع اللبناني فأنا يعني بكل تجربة بأيلك الشعبية الجارسة والكاسح على النادي الأهلي ببنان هذا الأمر ما في ما في ما في ما في ما في للتشكيك فيه أنه أنا من الشارع اللبناني ومن قبل ما أكون طحفي كنت مشجع كروي ومتابع لكرة السلة المصرية وكنا أنا نشوف يعني ويكون في مباريات بالثورة المصرية ويكون الأهلي عم يلعب لا الشارع اللبناني وان يعني 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 بتلاقي أنا بقول لك نسبة الأهلوية في لبنان 99% وأهلوية أقحاح يعني بيش أهلوية عاديين الأهلي يعني يشجع وكأنه نادي لبناني هذا الأهلي يعني نادي الأهلي نادي شيء كبير اللي يجب يعني لازم الناس تطلع شغف الجماهير بالعالم العربي بنادي الأهلي وانجازاته لحتى تنقل الصورة الحقيقية وليس بالشعارات وليس بالكلام الفاضي وليس بكلام يعني أي كلام مثل وفيه إحصائيات وحصلت وفي جمهور على الأرض ولعب الأهلي سارج يعني مصر في الإمارات ولعبه في قطر ولعبه في أكثر من دولة عربية وجفنا المد الأحمر على المدرجات وجفنا الجماهير بعشرات القلوب عم التابع النادي الأهلي فنادي الأهلي قولا وفعلا هو النادي الأكثر شعبية وغير هذا كله كلام في الهواء فضل لا 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 فضل سيد علي تبعت افتتاحية الدور المصري هذا الأسبوع كمحل الرياضي شفته إزاي لا مبارح الأهلي إذا فينا نقول يعني قدم واجه كراوية يعني كنا كنا بانتظار اللعبة الجنوب أفريقي فارسي ساوت نشوف شو بطري يقدم تبيض للنادي الأهلي على الرغم أنه أنا صلب أكثر بأكثر من المناسبة أنه اللاعب هو اللي اللي لقات لي نظرك من سنتين أو ثلاث الماضي لأنه كنت عن تابع في دورة الأبطال أفريقيا من أكثر السعادة للنظمة للنادي الأهلي لأنه لاعب يعني رح يكون خلص كان مؤثر مع سنبا فعلا ما سمعتك أستاذ إبراهيم كان مؤثر كان مؤثر مع سنبا التنزيل كان مؤثر جدا تجل هدفين وكان يعني عطى بعض آخر لخط نجوم الأهلي وشفنا لمحات وشفنا سرعة وشفنا مهارات فردية وشفنا كيف يتلاعب بالمدافعين لأ مبارح أنه الأهلي يعني كتبت أنا على الكامس عندي في تويتر وجه رسائلة لمن يهمه الأمر أنه الأهلي قادم وبقوة ونحن عزدنا على أن الأهلي يقصر الدورة في مصر مرة لكن يرجع يفوز فيه ست مرات وبانتظار هذا من اللاعبين الأهلوية الحاليين المظنومين لأنه هذا حقق ألقاب عديد ستة حقق لقبين دورة فالأفريقيا حقق الدورة المصري أكثر من المرة حقق كأس مصر حقق السوبر الأفريقيا حقق السوبر المصري وما ظلنا نجد من يفتك بهؤلاء اللاعبين لكن اللاعبين الأهلي دائما يردوا في الملعب الرد يكون المستطيل الأخضر ودائما الأهلي يعود أقوى ويعود في قوة وهذا شيء يعني أنا متابعت من أجيال مع النادي الأهلي دائما بيختار دوري بفوز بستة هذه معادلة معودنا علي الأهلي وهذه الستة مهمة جدا اللي بفوز بها بالدورة طيب وانت أحد الأصوات الأهلوية العاقلة والوعية والفاهمة احنا بنتكلم على انه دي مجرد بداية رسالتك للعب الأهلي قبل الجمهور ايه رسالة اللاعبين الأهلي دائما اللاعبين الأهلي نزلوا إلى الملعب بكرة القدم أعرف صيمة الأميس الأحمر هيدا الأميس اللي ارتدى عباكرة ونجوم ارتدى الكبتن محمود القطيف ارتدى يعني نجوم لا تحص ولا تحص طهير الشيخ مختار مختار إكرامي أحمد شبير المرحوم ثابت البطن أبو تريك بركات والجمعة أميس الأهلي طهير أبو زاد يعني أباطرة وأصدق الفرأة المصرية الأستاذ الأميس الأحمر ادخل على جوجل وشوف كم بطولة حقك يعني لما تجيب تعمل إحصائيات عن نجوم الأهلي تحتاج إلى صفحات تقييم أهداف وبطولات محلية وأفريقية وعربية وقرية وعالمية ثالث داود العالم مرتب لادي الأهلي مش يعني مش شعارات ما بدي ضلني يعني كرر كلمة شعارات نادي الأهلي لما بقول بيفعل وحاليا نادي الأهلي عنده تشكيل متميز مبارش خمس لاعبين أجانب في التشكيل وهيدا هو اللي كنا متوظرينه دائما أنه اللاعب الأجنب اللي بيدي يبدو دعوني الأحمر لازم يحدث فرق بالتشكيل وفي المباريات ومبارح ما بيّنك يعني التشكيل لهذه اللاعبة خط يعني انظر إلى مقعب الاحتياط إلى جانب مسلماني تعلم أسماء مخيفة هذه على البانش هذا هو الفريق اللي منتظرين منه يستعيد لقب الدورة ويحابط على الألقاب اللي أحرزها والعودة إلى بطرس تعلم من الباب الواسع إنساء الله بالشهر لأمارس القادم والفوز بكأس السفر الأفريقية اللي سيقوم في قطر للمرة الثالثة على السواج ونشوفك بقى في أبو ظبي في كأس العالم للأندية يا سعلي نحن أين لعب الأهلي سنكون سنكون حيث حيث وجد الأهلي إن شاء الله هنلتك على خير بإذن الله إن شاء الله شكرا وموعدنا كمان موعد آخر في 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 يعني إن شاء الله تنور وتشرف يا سيد علي إن شاء الله مشكور مشكور أستاذ إبراهيم وتعيد جدا بالتواجر مع المهندس عدلي كمان يعني سعيدنا وتشرفنا بمداخلة حضرتك وفي انتظارك بإذن الله شكرين جدا شكرا جزيلا للناقد والمحلل الرياضي الكبير الأستاذ علي الزين اللبناني وديكو شفته كيف أن الأهلي فكرة عابرة للحدود وإزاي الأهلي بقيمته ومكانته بيجمع كل أبناء الوطن الحبيب شكرا